استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القذبية صباح اليوم سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطالع به سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة باعتباره مرجعا وطنيا وتاريخيا قدم ولا زال لبلاده خدمات جليلة محطة زاز وتقدير كبيرين منوها سموه ببصماته الواضحة في المسيرة الوطنية كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للإسهامات الكبيرة والبارزة لسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من جانبه عرب اسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن بالغ تقديره واعتزازه للدعم والرعاية التي يحظى بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من لدني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مؤكدا سموه أن هذه الرعاية والدعم أسهمت في الارتقاء بمراحل تطور العمل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ تأسيسه اشتركوا في القناة